السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميدي الأعزاء مرحبا بكم معي في هذه الحصة الجديدة اليوم سنشتغل على الصفحة رقم 30 من كتاب الواضح في النشاط العلمي للمستوى الأول ابتدائي لماذا أتغذى؟ لماذا أتغذى؟ إذن درسنا اليوم سيدور حول دور الغداء وتأثيره على صحتنا إذن أهدف أتعرف أنني في حاجة إلى الغداء والماء إذن الجسم جسم الإنسان في حاجة إلى الغداء والماء لكي ينمو ولكي يزاول أنشطته اليومية إذن وضعية الانطلاق لكي لا أصاب بمرض علي أن أوفر لجسم كل ما يحتاجه من الأغضية إذن كاللحظ هنا في الصورة الأولى طفل مريض وهنا في الصورة الثانية تفل يعني يتمتع بصحة جيدة وذلك راجع إلى تغذيته الصحية والمتوازنة التي يتناولها إذن للغداء أيضا دور في الحفاظ على صحة جيدة أتساءل بماذا تزودني الأغضية؟ إذن الأغضية التي نتناولها تتوفر على مجموعة من العناصر الضرورية لنمو جسمنا إذن الأغضية غنية بالمواد الضرورية لصحتنا فالأغضية تجتمل على فيتامينات على أملح معدينية على بروتينات على سكريات دهنية إلى آخره إذن الأغضية بصفة عامة ذكرى عناصر التي تجتمل عليها ضرورية لنمونا ولصحتنا إذن بماذا تزودني الأغضية؟ تزودني الأغضية بالمواد الضرورية لنمو جسمي تزودني الأغضية بماذا؟ بالعناصر بالعناصر الضرورية لنمو جسمي لنمو جسمي تزودني تزودني الأغضية بالعناصر الضرورية تزودني الأغضية بالعناصر الضرورية لنمو جسمي إذن سأقوم به بحث وثائقي أقارن مكونات غداء أدى إلى مراض ومكونات غداء عند الطفل السليم إذن هنا فالجدول هذا لدينا مكونات غداء الطفل الذي أصيب بمرض وهنا المكونات الغداء الطفل السليم يعني الذي يتمتعه بصحة جيدة ولم يصب بأي مرض إذن شوفوا المكونات الغداء الأول كنلاحظوا هنا مشروبة غازية وعسائر مصبرة ونقائق البطاطس والسلسات مصنعة حلوية وسكاكر إذن الطفل الأول اللي كان يتغداء على هذه العناصر وعلى هذه المكونات هذه فقد أصيب بمرض هو اللي كان يشوفه في الصورة هنا مريض وطريح الفراش لماذا؟ لأن تغذيته غير صحية وغير متوازنة فإنه يتغداء فقط على المواد المعلبة والمصبرات والسكاكر والمشروبة الغازية التي تدر بالصحة إذن هذه الأغذية علينا تجنبها وعدم تناولها نشوفوا المكونات الغذاء التفل السليم كنلاحظوا هنا عندنا الماء عندنا الخبز يعني النشويات عندنا الخضر والفواكه الغنية بالأملاح المعدنية والفيتامينات عندنا اللحوم والألبان يعني الحالب ومشتقاته الأجبان الحاليب واللحوم وبدأ إلوها الدجاج البيض إلى آخره إذن فهذه المكونات هذه الغذاء فمكوناته صحية ومفيدة للصحة فقد يعني منحت الطفل الذي تناول هذه الأغذية منحته صحة جيدة ولم يصب بأي مرض عكس الطفل الأول الذي كانت تغذيته تقتصر على السكاكر والمعلبات والرقائق البطاطس إلى آخره إذن جيدة إذن هذا هو استنتاج مكونات الأغذية كثيرة ومتنوعة كلها ضرورية للجسم إذن كما شفنا هنا الأغذية الصحية فهي غنية ويعني غنية بالعناصر الضرورية للجسم ولنموه وللحفاظ على صحته إذن استنتاج هنا استنتاج سنستخدمه من الجدول إذن أريد أن ندر تناول تناول الأغذية الصحية تكسبني تكسبني صحة جيدة إذن تناول الأغذية الصحية تكسبني صحة جيدة إذن تناول الأغذية الصحية تكسبني صحة جيدة استخلص توفر الأغذية لجسمي ما يحتاجه من المواد الضرورية للحياة إذن كنا الأغذية تشتمل على مجموعة من العناصر والمواد الضرورية للحياة والبقاء على قيد الحياة وللتمتعه بصحة جيدة إذن هنا أُنمي رصيدي الغذاء هو لاليمون لاليمون أعبئ تعلماتي أضع علامة تحت الأغذية التي يحتاجها جسمي إذن من بين هذه الأغذية سنرى الأغذية الضرورية التي يحتاجها جسمي إذن كنا لاحظوا المجموعة الأولى تشتمل على يعني اللحوم وبدائلها إذن كنا لاحظوا هنا الدجاج البيض الأسماك اللحوم إلى آخره إذن هذه الأغذية هذه يحتاجها جسمي وهي ضرورية لصحتي هنا نلاحظ النشويات يعني الخبز المعجنات إلى آخره فجسمي يحتاج إلى هذه المواد هنا لدينا المشروبات الغازية والعصائر مصبرة فهي مضرة بالصحة فأنا في غناء عن هذه المواد الماء فهو ضروري لجسمي وللحياة الخضر والفواكه أيضا ضرورية لجسمي ولصحتي وهنا الألبان والحليب والألبان والأجبان فهي أيضا غنية بالبروتينات وضرورية لجسمي ولنموي إذن هذا هو درسنا لهذا اليوم تعرفنا تعرفنا فيه على دور الأغذية وما توفره لي من عناصر ضرورية للحياة شكرا على تتبعكم وإلى اللقاء